السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على الدرس الأول لمكون التراكيب الواحدة الخامسة المستوى السادس وهو الحال والجملة الحالية قبل ذلك سوف نقوم بها تذكير تذكير بسيط للحال فالحال فهو اسم ناكرة منصوب يبين هيئة أو حالة اسم قبله هذا الاسم يسمى صاحب الحال يعني الحال اسم ناكرة منصوب كيبيل لنوع هذا الحال قبل منه يسمى صاحب الحال والحال دائما يجيب على السؤال كيف مثال دخل تلميذو مبتسيما كيف دخلت تلميذو دخل مبتسيما مبتسيما اسم ناكرة منصوب هو الحال بالنسبة للنوع الحال فهناك أربعة أنواع لكن في هذا الدرس هذا هناك ثلاث أنواع فقط ثلاث أنواع للحال مفرد وجملة فعلية وجملة إسمية بالنسبة للنوع الأول المفرد فهو خرج من الحال ذاتي ساليمن هذا المثال خرج من الحال ذاتي ساليمن ساليمن هو الحال كبير لنا لأجل الاسم الذي يقبل منه هنا الاسم الذي يقبل منه يعني كالفاعل الذي هو ضامير مستثير كبير لنا الحال تعاد الفاعل هذا الذي يخرج من الحادثة خرج ساليمن يقدر يكون جملة فعلية خرجت الجياد من الإستابلي تركضه كيف خرجت الجياد من الإستابلي تركضه كيف خرجت الجياد من الإستابلي تركضه هذا التركض هذا الفعل هذا راه فعل وهو في نفس الوقت راه حال ديال الجياد كبير لنا الهيئة أو الحالة على الجياد يقدر يكون جملة اسمية وقف الممثل على الخشبة وهو يضحك يقدر يكون شيء بجملة رأيت الهلال بين السحابي نعم نعود للدرس ديالنا يعني بداء بعد قراءة النص وفهمه والإجابة على السؤالين كنتقل الجدول بالنسبة للمثال أول تشاهد آثاره واضحة تشاهد آثاره واضحة بالنسبة لقدر نطرح السؤال هو كيف كيف تشاهد آثاره الحال هو واضحة يعني اسم مفرد أنك يرى منصوب صاحب الحال هو آثاره في الجملة الثانية يزاول عمله هو متيقن نطرح السؤال كيف يزاول عمله قد تكون الإجابة يزاول عمله هو متيقن إذن الحال هو وهو متيقن كما كنتلاحظوا فهو وقت تكون من و وضامير واسم متيقن إذن هنا ماشي مفرد فهو جملة اسمية وقد تضم يعني قلنا بأن في هذا المثال الثاني فهو جملة اسمية وهو متيقن ولها رابطة رابطة بصاحب الحال هو الواو والضامير الواو والضامير بالنسبة للجملة الثانية وقد تضمنت معلومات مفصلة إذن صاحب الحال هي هو فواتير الماء هذه الفواتير تضمنت معلومات مفصلة الحال هو وقد تضمنت أيضا فهو ليس مفرد بل جملة فعلية رابطها الواو والضامير الواو والضامير والرابط في المثال الأخير هو الواو وقد غربت الشمس أيضا جملة فعلية الرابط هو الواو وصاحب الحال هو علي كيف مر علي بالمدينة مر علي بالمدينة وقد غربت الشمس إذن بالنسبة للجملة الأولى فالمثال ورد فيه الحال اسم المنصوب مفردا نكرة مفرد نكرة وصاحب الحال هو أثاره جاء معرفا بالإضافة إذن صاحب الحال هنا اسم نكرة منصوب وصاحب الحال هو أثاره وفي المثال الثاني الحال جاءت في المثال الثاني جملة اسمية وهو متيقن ولها رابط يربطها بصاحب الحال هو الواو والضامير هنا الحال جاء جملة فعلية والرابط هو الواو والضامير نفس الشيء في المثال الرابع الحال جاء جملة فعلية الرابط هو الواو وصاحب الحال هو علي إذن كخلاصة فالحال هو اسم نكرة منصوب يبين حالة اسم قبله يسمى صاحب الحال وقد يكون الحال إما مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية بالنسبة هنا عدنا واحد المثال للإعراب ثم هنا عدنا أنشطة النشط الأول عين الحال وصاحبه في الجملة دخل التلميذ إلى القسم مستعدا لاجتياز الامتحاني دخل التلميذ إلى القسم مستعدا لاجتياز الامتحاني إذن الحال هو مستعدا وذلك نتعرف عليه من خلال طرح السؤال كيف دخل التلميذ إلى القسم دخل التلميذ إلى القسم مستعدا وصاحب الحال هو التلميذ رجع الطفل مسرورا بهاتفه المحمول كيف رجع التلميذ؟ الطفل رجع الطفل مسرورا إذن مسرورا هي الحال والطفل صاحب الحال عاد ركاب الفضاء سالمين من الرحلة أركاب الفضاء هو صاحب الحال وسالمين هو الحال عين تنين عي الجملة الحالية ونوعها ورابطها فيما يأتي لا تنجز التمارين وأنت تشاهد التلفزيون إذن بالنسبة للحال وهو وأنت تشاهد فهو جملة اسمية رابطها هو الواو والضامير وأنت انطلقت المركبة الفضائية وقد زودت بالتجهيزات اللازمة إذن الحال هو وقد زودت نوعه وجملة فعلية بالنسبة للرابط هو الواو والضامير تقدمت لجياز مباراة علوم الاتصال وأنا متفائل بالنجاح إذن بالنسبة للحال هو وأنا متفائل نوعه جملة اسمية الرابط هو الواو والضامير سافرت والمطار غزير سافرت والمطار غزير هنا الرابط النوع جملة اسمية الرابط هو الواو وبالتوفيق الجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر